السلام عليكم ورحمة الله معكم ايا انا اصلا اوين اتأخرت عليكم بالفيديوهات ولكن زي ما تسمعين صوتي انا تعبانة يعني عندي برد وفلورانينوز فبس حابت ان انا قلت ان لا مش هتتأخر عليكم اكتر من كده طبعا انتم مستغربين ان انا بتكلم قالي كذا طلب ان انا اتكلم واشرح ايه الحاجات اللي انا بستخدمها ايه التكنيكس اللي انا بعملها انا اشرح بالضبط انا بعمل ايه في الفيديوهات فحاضر وليهمكم حابد اقول لكم يعني حاول ان انا قد بقدر ان انا اعمل لكم يعني فويس اوفر على الفيديوهات بتاعتي طيب البروجيكت بتاعنا هذا هو عبارة عن ألتريشن ألتريشن يعني ايه يعني انا بغير حاجة لحاجة معينة المرة دي حاجة استخدم صنية صنية طبخ صنية يعني صنية مثلا كيك الصنية دي انا اشترتها من وايكل بس وايكل ده في امريكا مش هنا هوابن لو انا معرفش لو في محلات بتبيع صواني مش للطبخ صواني للتازين عادة في امريكا بيحبوا عشان بيحبوا دي اي واي دايما بيعملوا حاجات خام وانتي تغياريها وتحوليها بطريتك لعمل فني طيب الثيم النهاردة عن الزمن عن الاكل فانتوا زي ما انتوا شايفين ستامس عن الاكل الاوراق ديزاين بتاعها عن الاكل زي ما شايفين في شوك معالي اكل مثلا واحدة بتطبخ وهكذا فهو ده البروجيكت بتاع النهاردة طبعا ممكن العمل ده تحطيه مثلا في المطبخ طيب حاستخدم حاجة اسمها الجسو حاسيب لينك تحت في ديسكريبشن بوكس ان انا استخدمت ان انا بتكلم عن الجسو اهمية الجسو في اي عمل فني زي ما انتوا شايفين الصانية الصانية خفيفة جدا لو مش عندك ممكن تستخدم اي صانية من صانيكي مثلا لو هي قديمة مش بتستخدميها بس رعنية تبقى خفيفة اه ممكن مثلا تحط لها خيب زي كده مثلا وتعلقيها طيب الجسو انا دهنت الجسو عشان يعني انا كنت مترددة هل انا هغطي الصانية بالبيبر ولا بالبينت يعني اه يعني لو انا هغطيها بالبينت لو انا هلونها فلازم استخدم كذا طبقة من الجسو لكن لو بالورق يعني مش محبذ او يمكن اخد بس طبقة بسيطة عليها لان كده كده هتستغطها بالورق بس انا يعني قلت مش مشكلة طيب الخطوة الثانية بعدما دهنت الصانية بالجسو سايباها تنشف ببدأ اطلع كل السامسة اللي عندي اللي لها علاقة بالاكل اغلب السامسة يعني عليها صور اكل وحاجات كده طيب ببدأ استخدمت بلاك انك بلاك انك عادي وببدأ اعمل استامبنج للصور طبعا في بعضها بعملها على ورق ابيض لو انا حقصها وحلونها وفي بعضها بحطها بعمل استامبنج على ديزاين بايبر ديزاين بايبر يعني هو ورق ملون او ورق مزاورة طيب الصورة الثانية طبعا هسيب كل اللينكس بتوع طبعا على قد ما اقدر يعني الحاجات اللي انا اشترتها منين دلوقتي الصورة الثانية اللي هي الماكارونز طبعا الماكارونز بديش وقت الونه فقلت اسهل ان انا اصلا يعني على طول ان انا اطبعوا بالحبر الملون طبعا استخدمت كذا لون مش معنى ان انا مثلا بعمل استامبنج لكذا لأكتر من الماكارون اللي انا هستخدموا كلهم بس انا حب اشوف الالوان اللي هتناسب البروجيكت بتاعي وفي بتالي هستخدمه واللي يتبقى ممكن اشيله لبروجيكت تاني مترميش اي حاجة خالص حاولي تحطيهم كده في كونتينر فطبع صغير مثلا للبروجيكت اللي بعدين طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا عادة بعمل استامبنج لك اكتر من مرة وهي الماكارون جاي معها اصلا الطاعة بتاعتها اللي هي اللي ممكن تستخدميها مع البيكشوت او لو مش عندك البيكشوت ممكن تقصيها انتي بالمقص او لو عندك مثلا سكانان كات او ما عرفش لو كاميو بتعمل سكان وممكن تقصلك الاستامب التاني هبرا زي فيه فرن كذا شكلهم حنوين او يضخوا بيفكرني فيلم راتاتوي او راتاتوي دي انا عملتهم استامبنج بالحبر my favorite ink my favorite things ink ده عشان انا حلونهم بالكوبك فلازم استخدم حبر معين مش اي حبر لازم حبر معين ما يتفاعلش مع الكوبك طيب الاستامب اللي بعدي هذي من paper smooches اما شافيني الاشكال انا برضه عملتنهم استامبنج على design paper قلت لاندي شواتين انا عدد لوني انا حسيت ان انا عملت استامبنج كتير اوي فمش هدو ضعي اواتي فمش هدو في الالوان اخر استامبنج عندي هية من لانفان عملت استامبنج للميسنجر او البرطمون قلت ان انا حلونه وبعد كده قبلت design paper وعملت استامبنج للتاج والشريد اللي عليها عشان برضه اسهل انتي بما بتعمل استامبنج على الورق المزاغرف عشان بس توفري انك اواتلوني اواتلوني خلاص الآن سأقوم بإضافة البيكشوت و أبدأ أضع البيكشوت كما ترون أن أقوم بإضافة البيكشوت الكبيرة للإصدار الجديد منها هي عرضها 9 إنش فأكبر فأخذ البيكشوت أكثر الآن كما ترون أن أضع البيكشوت لبريق شاي ولكن هناك ملحش استامهية فقط أقطع وتقص الشكل و هناك صورة معلقة وشوكة وسكينة هناك إيه ثاني هناك اللي هو الجار هناك على شكل بومبون هناك حاجات كثيرة طيب، أنا بجد بعشاء البيكشوت القص بتاحها التحفة طبعا الناس اللي عندها مثلا كاميو أو كريكت إكسبلور أو سكانين كات ممكن تقص الحاجات دي سهلة توقعت تبقى موجودة أنا ما عنديش كاميو ولا عندي سكانين كات بس مش عارف برضو أحب استخدم البيكشوت طيب، بعد ما قصت الحاجات بجمحها جبت داي ست تانية دي ست تانية دي حلوة قوي دي بقى فيها أطاعت بطريقة يعني بقد بتخليكي عاوز استخدمها كلها فيها شوكو وبردو هل هي شوكو معالي وأطباق والكبكيك هولدر وفيها بانر كمان في حاجات تصيرة قوي طبعا أنا قصتها كلها مش معنى أنا هستخدمها كلها بس أنا بقصها و بشوف الحاجة اللي هتناسب البروجيكت بتاعي يعني مش هينيسب حسيبه يعني حاجة أسيبه البروجيكت تاني طبعا شايفين ازاي بتقص حاجة يعني الحاجة تطلع فدل أنا بحبها بقد في البيكشوت طبعا لو الحاجة بتلزاف في النفس الدي سهلة ممكن تعمليها بإيدك أو مثلا بملقاط أو بأي حاجة حدا أنك تبس تشليها طبعا أعتذر أن الكاميرا معرفش إلا حصل لها هل هي وقفت أو مصورتش ودايمن تحصل معايا طيب خلينا أقول لكم مالت إيه جبت الورق لزقت الورق حوال أصيت طبعا يعني خدت المأسات بالضبط بتاعت الصينية وأصيت على أساسها الورق استخدمت ماد باج دا غلو وهنوع من أنواع الصمغ اسمه ماد باج دا تلاقوه في جرير وممكن برضى تقوموا من أمازون بس نفس السعر تقريبا جبت دونتال أو شريط معرفش بسموها ايه بالعربي ححطتها في أطراف القلب بتاع الصينية شايفين الأرفف الخشب اللي أنا عملاها دي أنا الأرفف الخشب دي بتيجي مع سوري يعني القطع الخشب دي بتيجي مع أي كانفس أنت بتشتريها بيجي دايما كده أربعة بتبقى وراء الكانفس بفعل أو في كيس بلاستيك أعملتها بصمغ مسدس كأنها رف يعني نتخيل هو دا مثلاً رف عندنا في أرفف في المطبخ وأنا مثلاً حطت فيه بمحاجات غلفت الخشب بشريط قماش أو بالدونتال وبردو عندي دويلي بيبر اللي هي وراء دويلي دي مثلاً بنحطها تحت كوبية قهوة أو شيء واللونها بينك نفس الشيء هي دويلي بس من معرفش من خيط أو من صوف برضو قصتها وحاولت إن أنا أغطيها الإطار اللي في النص اللونه أبيض دا رزن من بريما هو لونه أبيض بس أنا خدت ديسترس إنك لونه بينك ومسحت عليه كذا عشان يديني يعني زي لون البنك ومن قوة حطيت زيتاق اسمه مكتوب عليها سو سويت من من الكولكشن بتاع السيمبل ستوريز بالنسبة للجارز الصغيرة اللي هي البرطمنات الصغيرة دي أنتي ممكن تلاقيها في أي مكان دي زي بتتباع اللي بتحطي فيها العود أو البرفيومز دي أنا جبت أربعة منهم حطيت قواها غلتر غلتر اللي هو التونكي غلتر اللي هو الغلتر الخشن مش الناع مش الفاين كأنها بوهارات كأنها بوهارات حتى لو لاحظوا إن أنا كتب على كل حاجة مثلا كتب اللون الأحمر كتب بابريكا اللي بعدها أويل طبعا دا مش أويل دا أحيانا بتشتري مثلا شامع شامع كتير بيجي معها زي معطر فهو دا اللي أنا استخدمت وكتبت أويل إن هو زيت اللونه أصفر كيومن كامون وفيه حاجة تانية بردو كاري بردو لون برتقالي بس لسا ما حطتهوش بس فهو كتبت طبعا إن هو دا كيومن ودا أويل وعملت عليه بوهشي تيب بينك رفاية لزقتها ما حبيتش إن أنا حط حاجات كتير عشان عاوزة الجليتور يبين من نفس الجار طيب نيجي عاوز أوريكم بس أبص على الجنب أنا عندي الميسن جار اللي أنا عملته ستامبنك لونته بس بعدما لو أنتم حسيت إن هو يعني مش مناسب للبروجيك بتاعي وطلع كبير شوية فمش هستخدمه فحسيبه على جنب طيب نيجي لإبريق الشاي أنا بقى اللي قصتهم بالدايكاتس في آخر مرة طبعا هم أطرافهم محددة بالبينك اللي هو الديسترس إنك ده نوع أنواع الحبر إنك ممكن تحددي فيه أطراف الصورة بتديكي منظر حلو لزقت الإبريق الشاي والفنقيل كلهم فوق بعض طيب نيجي للدير وسمات بردو أنا مثلها ستامبنك قصتهم كلهم باستخدام طبعا قصت كلهم باستخدام سكانين كات طبعا تقصيها بس يعني هو أرخص إنك تستثمري فلوسك بدر ما تشتري سكانين كات لأنها بتقص على طول أي صورة أنت بتحطيها طيب نيجي للحاجة للبوباني بينك اللي نورته لكم ده ده عبارة عن نوع هو عبارة عن paint يعني يعني عن ألوان و less in the same time أما ينشف بيديني شكل ثلاث الأبعاد بيلشاف جامد فتحس إنه هو حاجة كبيرة كأنو ستكر بجيب الصور دي اللي أنا قصتها وبخرمها باخد خرم صغير بالقطاع بالبونش بتاعتي وبحط فيها الدبوس الفرنسي أو بعض الناس بتسموني دبوس فراشة لأن أطرافه بتفتح من تحت فلو أنت مثلا يعني عشان يمسك في الورقة أنا تماني يكون وصفي صح بس يعني عودة اسمه تقريبا دبوس فراشة أو دبوس فرنسي طيب أنا حطتهم كده عشان أنا نوع يعلقهم كأنهم متعلقين من رفف من الرفف زي ما أنتم شايفين الدولي اللي أنا حطاها فيها ثلاث فتحات فعلى أساسه إن أنا علقت بقى اللي هي المبشارة والفرادة والقفاس بتاع الفرن فبدل ما أفتح نفس الدبوس فهياخد مني حيز وممكن يبين من تحت قارات إن أنا ألزاق بالجلوجان بصمغ المسدس أسهل وأسرع وبينشف بسرعة بقى الصمغ المسدس ده لا غنى عنه خالص يعني بس فحعلق دلوقتي القفاس هايبو الثلاثة كده كلهم جام ببعض طبعا الفكرة دي أنت ممكن تعملي أي حاج أنا بديكي زي فكرة وانت ممكن تفكري يعني برا الصندوق زي ما بيقولوا طبعا هنا البهارات التحت اللي هو الكيري اللي هو اللونه برتقالي مكتشار بحطه فين فانا نيمته تحت طبعا لو عندك صانية أكبر حيبقى منذو أحلى طبعا وأحلى طبعا وأحلى هنا واحدة من الصور اللي أنا اللي قلت لكم عليها اللي هي الفقران دي بعدين بيشربوا عصير هيا في حاجة بس أنا يعني ما شفتها دلوقتي بدايت إن الفار اللونه بني لونه غامق قوي يعني فوت كان يبقى أفتح سنة بس انيوي عاديين بيشربوا عصير في الرف اللي وفوقيهم بدأت أرص بقيت الصور اللي عندي زي هنا مثلا بارتمان لسي فوت كنت أكت برضو شجر مثلا سكر أو أي حاجة طيب نيجي للبين ده اللي هو من بوباني حطيته فوق النفس الدبوس عشان مش عارف عزا حدي يعني زي ديني كده لون بينك لان يعني اللون الواردي تحس انه هو طاغي على البروجيكت أكتر وماين شفحي دي منظر حلو قوي اه اوكي اه العلبة دي برضو معنا معرفش ما صورتش ليه بقدر أسفا هي برا علبة عادية وقواها كابيشون اه طبعا انا في فيديو الفيديهات واي وردت لكم الكولكشن اللي انا اشتريته اه من واحدة بتهية اللي بتعمل الحاجات دي هي عبارة عاملة زي فيها بومبون ودونتس و اه يعني حلويات وطب وحطتها كأنها حاجة حلويات فوق اخر حاجة خط شريط بومبوم لونو اه لونو بينك وحاملو علن على اطراف الصينية عشان يديني شكل نهائي يا ربي يكون البروجيكت اعقبكم لو اعقبكم بليز ادوني ثمز اوب اكتبوا لي كومنت بقاد بقاد بحبارة الكومنتات بتاعتكم اه اشوفكم المرة القاية بحبكم مع السلامة اشتركوا في القناة